عزّاء المشاهدين اهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع المكتشف العبقري فقد بلغنا أنه اكتشف أمرا أثار بهجته وسعادته سنرا مرحباً أيها المكتشف العبقري جديد جديد ما هو الجديد؟ من اج انا المذيعة جئت لأقابلك وأعرف منك آخر اكتشافاتك الجديدة الجديد في الأمر هو الفرق بين الدال والذال عفوا هل تعلمين أن الدال والذال لا تتصلان بالحرف الذي يليهما؟ لا نعم انظري بدر بدر جديد جديد الدال هنا لا تتصل بما بعدها ولكن تتصل بما قبلها والدال هنا لا تتصل بما بعدها ولكن تتصل بما قبلها ه�� deployed هم هم ذهب 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 الذال لا تتصل بما بعدها لذيذ لذيذ الذال لا تتصل بما بعدها ولكن تتصل بما قبلها صحيح يا له من اكتشاف رأيته هل كنت تعرفين ذلك من قبل؟ لا هل تعرفين أن شكل الدال والذال لا يتغير بالنسبة لموقعهما من الكلمة؟ لا أينما وضعنا الدال أو الذال يظل شكلهما واحد انظري بدر بدر جديد جديد هل تغير شكل الدال في هاتين الكلمتين؟ لا هل تغير شكل الدال في هاتين الكلمتين؟ لا هل كنت تعرفين ذلك من قبل؟ لا وأهم اكتشاف عرفته اليوم هو أن الدال تكتب دون نقطة والذال تكتب بالنقطة هل كنت تعرفين ذلك من قبل؟ نعم نعم من الذي سبقني إلى هذا الاكتشاف إذن؟ ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة